ومتابعين صباحنا لليوم حيث تعمل صمامات القلب على الحفاظ على سريان الدم في الاتجاه الصحيح وعند إصابة باعتلال الصمامات قد لا يعمل واحد أو أكثر من الصمامات بشكل سليم وبمساحتنا التالية سنصلت الضوء على محور طبي هام وهو الأفات الصمامية للقلب سنضطر لهذا الموضوع ونوضح كثير من الأمور يمكن تضوي على تساؤلات عدد من المرضى وخاصة مرضى القلب مع الدكتور أيمن الكتشو خصائي في الأمراض القلبية والبعائية أهلا وسهلا فيك دكتور أيمن أهلا وسهلا شكركم كمان على الاهتمام بالتوعية أهلا وسهلا فعليا موضوع مهم ونحن بنحاول قد ما فينا نقدم معلومة مفيدة للمشاهدين بالبداية قبل ما نحكي عن العديد من التفاصيل الطبية خلينا نعرف شو هي صمامات القلب وشو دورها بالأساس هلأ هي أجزاء من القلب طبعا الأجواف القلبية معنا مفتوحة على بعض أنا ما بتنفصل بصمامات هنا بالحقيقة أربع صمامات الصمامات هنا تبعوط الجانب الأيسر هنا التاجي والأبهري وصمامات الجانب الأيمن هنا الصمامات مسلس الشراف والرئوي هاي الصمامات مثل كل أجزاء ممكن تعرض لإصابات ومشاكل صحية وتشوهات وإلى آخرين هلأ دائما الآفات تبعوط الجانب الأيسر للصمامات التاجي والأبهري هنا بتكون يعني أكثر خطورة وأسوأ إنزارا على المريض عادة وبتكون أعراض أشد أكثر من الجانب الأيمن نعم دكتور أيمن يعني هكي خلينا نحكي شو هي يمكن أبرز التنبيهات يلي بنبها الجسم أنه فيه اعتلال بإحدى الصمامات أنه نحن عنا مشكلة بالصمامات بالقلب يمكن أمراض القلب شوي نحنا ما منركز عليها لأنه ما منركز بوجاعة لأنه ما في وجع محدد بيكون فيه أعراض هو المشكلة بالآفات الصمامية أنه ممكن نكون بمرحلة صمت سريري لفترة طويلة يعني ممكن يكون فيه تشوه بالصمام منذ الولادة ولكن المريض ما يحس عليه إلا لامر ثلاثين أو عمر الأربعين أو أنثة مثلا تعاني من صمام رسوي ممكن ما ننتبهه غير أثناء الولادة أو مثلا بالأربعين بالخمسين سنة هاي الشغلة لأنه هو بتكون الأعراض عامة ومانة نوعية من زلة تنفذية على آلام صدرية غير نوعية ممكن المريض يعزيها لأسباب تانية شائعة فالتأخر بالتشخيص كثير بعقد الأمور لأنه التبدلات اللي بتكون عم تصير على مستوى القلب هي تبدلات غير عكوسة فممكن مثلا إذا عم نحكي على قصور صمام أبهري ممكن أنه يؤدي لتوسع شديد بالبطين الأيسر هذا التوسع خلاص صار غير عكوس يعني فالتشخيص المبكر والعلاج المبكر هو أهم شغلة به علاج الآفات الصمامي طيب دكتور خلينا نحكي ما هي الأمراض الأكثر شيوعا للصمام التاجي إذا بنا نحكي عنها نوسع شو هي الأكثر شيوعا من خلال تعاملكم بشكل دائم أشياء مشكلة بالصمامات ليس على مستوى التاجي على مستوى الصمامة كلها هو إنسدال الصمام التاجي الإنسدال طبعا باللام ليس إنسداد يعني الإنسدال غير موضوع تضيق الصمام التاجي الصمام التاجي هو عبارة عن وريقتين مفروض أنه وقت الانقباط البطين الأيسر يسكره على مستوى معين فتدلي غريقة أو غريقتين باتجاه الأزينة ممكن يأثر على عمل هذا الصمام ويخلي شوية بعض من الدم يرجع للأزينة هاي حالة مرضية يعني تعتبر مفروض الصمام يسكر ما يسمح بعبور الدم غير باتجاه واحد هون صار الصمام أنه يمرق الدم من الأزينة للبطين وأثناء الانقباط صار يرجع دم هلأ انسدال الصمام التاجي موجود عند تقريبا 3% من البشر يعني شائح كتير موجود بنسبة الضعف عند النساء أكتر وهو بالحقيقة بشكل مشاكل كتيرة عند السيدات لأن الأعراض بتكون أشد بالحقيقة عادة الأعراض بتبلش بالعشرينات وبالتلاتينات الأعراض شائحة كتير للانسدال التاجي من آلام صدرية غير نوعية ونخزات لزلة تنفسية لسرعة التعب وفي بالحقيقة أسباب غير منطقية وغير مفسرة بتصير معنا هو مثل نوبات هلع أو تسرع قلب شديد يعني ما في تفسير واضح ليش انسدال التاجي بيترافق مع نوبات الهلع مثلا أو الخفقان الشديد هلأ هون نحن بهذه الحالة يعني نفضل ما دائما كمان نرمي كل هذه الأعراض على الصمام التاجي والانسدال في أعراض تانية ممكن أنه يتشابه بالأعراض مثل فقر الدم كمان رح يعمل ديئة نفاس ورح يعمل خفقان فيعني الدراسة طبعا بتكون بالإيكو تقييم الصمام والانسدال الإيكو هو اللي بيبيلنا هذا تمام دكتور إيمان يعني كتير من الناس بيخافوا من الأمراض اللي اللي بتخص القلب اليوم اعتلال الصمامات شو هي علاجاتها كيف منعالجها هل هناك يمكن تجارب دوائية قبل العمل الجراحي صار فيه يمكن تطورات بالتنظير صار فيه تطورات كتيرة يمكن بما يخص القلب أو اعتلال بالصمامات اللي هي عم تمشي كل الجسر هل رح نعطي أمسلة مثل انسدال التاجي 95% من الحالات بتكون بسيطة تطمين المريض بيكفي بس هو بالحقيقة أي مرض بيتعلق بالقلب وتلعي في حالة خوف يعني لانه دانا بتربط الحياة والموت بيحد القلب صحيح يعني لين كان واحد يقول للمريض عندك انحراف وتيرة خفيف بيقلك عادي صحيح تقريبا من واحد لخمسة بالمية ممكن انه نعتاز المدرات لانه نحن صار في عنا فرط حمل على الرئة فعادة كل الآفات الصمامية ممكن انه تعمل هذا الفرط الحمل والمدرات علاج اساسي بهي الحالة هلأ مثلا اذا بدك تقليلي على تضيق الشريان التاجي عفوا الصمام التاجي كمان هاي من الآفات الخطيرة اللي ممكن يكون سبب الحمى الرسوية طبعا لازم نحكي على الحمى الرسوية لانه كثير هي مؤثرة على صمامات القلب شو هي الحمى الرسوية؟ طبعا هو التهاب جرسومي بالجروب اي ستريبتوكوكال نوع من الجراسين ممكن انه يصيب يصيب التهاب لوزات عادي ولكن التشكل الاضاض لهي الجراسين ممكن انه يصير في عنا شي اسمه كروس ماتشينج على بعض من انسجة الجسم اللي موجودة بصمامات القلب والمفاصل فالمريض بيكون عم يعاني من التهاب بالعوم عادي فجأة بعد اسبوعين ثلاثة منلاقي بلاشت التهاب مفاصل متعدد ممكن يكون في عنا اعراض جلدية ممكن نصير روماتيزم معه؟ لكن طبعا هاي اللي بيقولوها يعني لهيك بيشيلوا اللوزات بيقولو لك مثلا والله كتير عم تلتهي بلنا بالحقيقة مشان هذا الموضوع هو في معايير لتشخيص هادئ هاي الحمى هاي الحمى الرسوية كتير بتأثر على صمامات القلب وممكن تؤدي لتخربة بعمر وممكن نحكيه اذا ما بتعالج يعني نحنا بنحكيه عن فترة اصابة عم نقول الحلقة اولوزات اسبوع نحنا بنعرف انه في بعض الحالات ممكن لانه ما تعالج من الطفولة بشكل صحيح و هذا اللي عم سير معنا بتأسر بالمستقبل عضل حصص يعني عدم التشخيص بشكل دقيق رح يؤدي لنتائش كارثية على مستوى القلب لانه ممكن يؤدي للتهاب العضلة القلبية ووفاة ممكن يؤدي لتخرب الصمامات بشكل كتير كبير منلاقي الصمام ممكن يكون بيحتاج تبديل بعمر ثلاثين واربعين سنة وبيكون المريض عادة غير عرضي والحمى الرسوية ممكن تصيب اي صمام بالقلب بس طبعا كنسبة بصيب الصمام التاجي والابهري اكتر شيء وللأسف هدول بتكون اصابتهم اخضر نعم يعني ما بنا نخوف نحن المشاهدين لأكل حدا يمكن صار عنده لا بكفي راجع طبيب باللوزات يمكن يصير عنده حالة من الرعب انه ما يأثر به تماما اكيد لكن دكتور باسترافق اعراض عامة معه وكمان ما بصير نحن نجاهل مثل تهاب مفاصل عديد يعني يفضل زيارة الطبيب المختص هو قادر طب شو هي الأبرز الأعراض اللي ممكن احنا هيك تنبهنا او مين بتصيب اكتر النساء او الرجال اي عمر هو بينصاف فيها هلا احنا حكينا كتير انه الأعراض اللي بتظهر هي ممكن بالعشرينات ممكن بالتلاتينات ممكن ولكن أبرز الأعراض لمين بتكون او اكتر حالات عم تتمر عليه الأعراض بتكون اشد عند النساء اوك واصلا اصابة الانسدال التاجي وحتى الحمى الرسوية ممكن تكون اشد عند النساء اكتر من الرجال والأعراض كمان منلاقية اشد اكتر العراض الرئيسي هو زلة تنفسية يعني مثل ما انك شايفي عراض غير نوعي وكافي يعني بس نحن دائما انه في ديئة نفس لازم تطمن اكتر ممكن الطبيب بالسماعي يقدير يطمن وينفي حالة كتير خطيرة سماعة القلب ممكن اصغاء القلب يكون كافي وطبعا ممكن كمان ايكو القلب هو اجراء رئيسي لتقييم هذه الأعراض دكتور اذا كانت بداية حديثك انه 95% من الآفات الصمامية هي يعني علاجها سهل وسريع وممكن هي اصلي على الانسدال التاجي انسدال التاجي عم نحكي انه نسبة كبيرة منها بتتعالج خلينا نحكي عن الصمامات الآفات الصمامية الشائعة هي تؤثر يعني ممكن لا نقول فيهم بمرحلة الخطورة او الشدة تختلف بتكون اقوى من غيرها هلأ اذا عم نحكي والله على انسدال تاجي شديد مع قصور شديد هاد صفة بده اصلاح جراحي عم نحكي مثلا على تخرب للصمام التاجي بسبب الحمى الرسوية هذا يعني صار استبدال لتبديل صمام عن طريق الجراحة بيتركب يا اما صمام ميكانيكي يا اما صمام حيوي بدال الصمام يعني اللي يعتبر ما مشتغل عمله بشكل جيد بس يعني هلأ كمان فيه آفات خلقية ممكن ما يتم اكتشافه من البداية ممكن مثل مثلا صمام الابهري هو عادة هو صمام بشكل ثلاثة وريقات ممكن بسبب تشوه يكون فيه التحام بوريقتين يصير صنائي الوريقات كمان هاي بتأثر على العمل الصمام ولا تكتشف بوقت باك ممكن انه العقد الرابع والخامس لحتى نكتشف هاي الآفة كما بنفس الوقت حسب شدة القصور أو التضيق والمرافق نختار نحن العلاج نعم دكتور يعني هكي ما بدنا نحنا كثير نعطي من الصباح حالي من الصدمة للناس اللي عمت طابعنا خلينا نحكي عن لايف ستايل صح نمط حياته صحيح نحنا ببعدنا عن اي اعتلال بصمامات عن اي يمكن خلال بالقلب بأي شي بيخص جسمنا بما يخص القلب يعني بيقولوا مثلا الأكل الفاست فود هو ضر شيء بعض المشروبات ممكن تأثر بعض الحالة النفسية هي كلنا حالتنا نفسية بيأثر بشكل سلبي كتير يعني بس كمان نحنا هلأ مشكلتنا الحالية هو نمط الحياة الحديث اللي بيعتمد على قلة الرياضة والأكل الغير صحيح يعني كمان قلة الحركة مع زيادة الوزن رح يكون إلى تأثيرات سلبية مو بس على الجسم مو بس على القلب على الجسم كافة يعني صحيح ارتفاع أرقام السكر وارتفاع الشحوم هاي كل هاي الأعراض رح تأثر بشكل يعني مباشر وغير مباشر على القلب يعني هو ما بدنا نحنا نفزل على المشاهدين يعني من الآفات الدسامية بس بالحقيقة هي تعتبر إلى أنزار سيئ إذا الواحد أهمله وبنفس الوقت تعتبر هي تعاملة كتير بسيط وبالعلاج الدوائي فقط إذا تم تشخيصها بوقت باكر يعني هاي الخلاصة أنه التشخيص المبكر لهذا المرض كتير بيحسن الأنزار عند المريض صحيح دكتور بالختام خلينا نحكي نصائح لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا خصوصاً يمكن عم يشوف حالات بالقوي للأخيرة شباب عم يصابوا بجلطات قلبية بأعمار صغيرة عم نحكي عن استرس عم نحكي عن حيات مختلف عم نحكي عن التدخين رغم أنه هو مسبب رئيسي لأمراض يقلب لكن فيه زدياد كتير كبير واليوم مؤلم عم نشوف يعني بأعمار جداً صغيرة عم يشربوا دخان أرقيلة حتى بجوار أهاليهم فخلينا نعطي بعض النص خائح اللي هي فعلياً نوعاً ما بتأثر على صحة القلب بشكل جداً صحي بالحقيقة نسبة الأمراض القلبية والاحتشاءات زايدة مو بس عنا كمان يعني حول الآن نحكي عن ارتفاع نسب عالمي كمان ونحن عمل لحظة بشكل كتير كبير يعني بالممارسة العملية التدخين بيحتل جزء كبير من الأسباب بهذا الموضوع هلأ المدخنين بيتا يؤمن من هذا الموضوع يعني كمان موضوع الرياضة وضبط أرقام السكر والشحوم كمان هذا شيء أساسي في عالم مثلا بتقول والله أنا ما عم عاني من شيء طيب ضغطك مرتفع لازموا علاج عم يتجاهلوا هذا الموضوع أنه أنا صغير يعني في عالم فكرة أنه الأمراض بتبلش بالأربعينات والخمسينات لا بالحقيقة هي بتبلش بالتلاتينات ولازم أي أعراض لازم ننفيها لازم التحليل المخبرية والفحص الدوري لحتى نقدر نشخص المرض من بدايته وما نستنى أنه يصير فيه اختلاطات لهي الأمراض السكر إذا تشخص من بدايته وتعالج بشكل جيد رح يحمل مريض كتير أو عيته يعني هلأ بصراحة فيه مقولة بتقول أنه عمر الشخص من عمر الشرايينه يعني صحيح فشو منقدر نحن ندير بالنا على هاي الشرايين عن طريق الغذاء الصحي وعن طريق ابتعاد عن التدخين وعن الأرقيلة وعن الكحول ممارسة الرياضة بشكل منتظم يعني والوزن المثالي كتير رح يؤدي لحماية هاي الشرايين وبالتالي لعمر مديد بشكل صحي يعني نعم نتمنى الصحة لكل الناس أكيد إن شاء الله يكونوا اليوم استفادوا من موضوعنا اعتلال السمامات القلبية وطرق علاجه مع حضرتك دكتور أيمن أهلا وسهلا فيك شرف شكرا لك دكتور وطمنى الصحة والسلامة لكل الناس